المحالة التجارية ومحطة تعبئة المياه في المدينة من أجل الرقابة عليها وضبط المخالفين والمتلاعبين سواء كان في تعبئة الماء أو تخزين المواد الغذائية الاستهلاكية تم اليوم النزول الميداني لأغلب المشآت الصناعية المياه ومصانع الكوثر ومحطة الكوثر اليوم مع وكيل المحافظة الأخ محمد المعوضي تم النزول وتم زيارة مصنع النسيم وكذلك بعض المحطة المياه المجاورة لها وقد كان على أرض الواقع ما شفناه كان المنظر مأساوي نوعا ما موجب توجيه المحافظ بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار للمحافظة والتسهيلات للإستثمار وضمت لجنة التفتيش كل من وكيل محافظة مأريب الشيخ محمد معوض ورئيس مكتب الصناع والتجارة ومديري مكتب المياه والبيئة في المحافظة في إطار حملة تستهدف كافة المحالة التجارية من أجل ضمان سلامة المستهلك طبعا بدأنا من قبل ثلاثة شرب عمل حملة إلى صحاب مصانع ومحطات ومصانع الثلج ومحطات معالجة المياه طبعا كل المحطات أغلبها لا نقول نتكلم منها وانا ما الكثير نسبة معها عوالي 9% لا تصلح لإنتاج مياه صالح للشرب وخلال الحملة اطلعت اللجنة على مدى الاستهثار والتلاعب الذي يقوم به بعض التجار من تخزين المواد الغذائية بطرق مخالفة يعرضها للتلف وهو الأمر الخطير الذي ينعكس على صحة المواطن عند استهلاكها اشتركوا في القناة